بنرحب بحضراتكم محلقة جديدة من صباح العالمين الحقيقة النهاردة احنا عندنا ممكن نقول عليه ضرة مهرجان العالمين الجديدة واحد من ابرز واهم الفعاليات اللي موجودة في مهرجان العالمين الجديدة اللي لم تكن الفعالية الابرز وانا لما بكلم عن الفعالية الابرز انا بكلم عليها من وجهة النظر او من الزاوية التعليمية والتنموية والترفيهية والعلمية هو رالي السيارات الكهربائية للجامعات وده أو دي النسخة الخامسة من هذه الفعلية للسيارات الكهربائية للجامعات ده الرالي الخامس الذي يقام بمشاركة 43 فريق من 28 جامعة مصرية وده ماشي معه وفقاً لتوجه الدولة المصرية ورؤية الدولة المصرية للتنمية الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا 2030 لدعم انتاج المعرفة وتعميق التصنيع المحلي لما تجي تبص بقى على الكلام الكبير ده على العنوين الرئيسية دي وتفصصها بقى وتبص عليها كده هتلاقي كم فوائد يعني حدث ولا حرج مبدئياً الفعلية دي والإفنت ده بيقام في اليو أرينا بحضور ورعاية دولة رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي وحضور عدد من الوزراء وحضور لجان تحكيم أجنبية وحوالي عشرة ألاف طالب من مختلف الجامعات المصرية المشاركين في هذا الحدث الكبير جداً فكرة السيارات الكهربائية بداية ده التوجه العالمي يعني الدنيا كلها وفي بعض الدول الأوروبية بحلول عام 2030 إن لم تكن أغلبها وكلها مش هيبقى فيه عربة تحرك غير العربات الكهربائية فقط لغير فتوجه العالم كله حتى احنا بتدينا نشوف ده في مصر إزاي بقت منتشرة خلال الفترات اللي فاتت فده أول هام تاني هام النهاردة لما يكون عندنا طلاب وعندنا جماعات في منهم مبتكرين في منهم ناس عبقرة بس عمر ما كان عندهم الدعم المادي ولا الفني عشان يقدروا يطلعوا أفكارهم دي اللي جوا دماغهم يحطوها على ورق والورق ده يتنفذ كان دائماً وأبداً ناس كتيرة بتشتكي تقولك إحنا عندنا عبقرة وعندنا كم ناس موهوبة في كل المجالات بس مش لقين البيئة الخصبة أن هم يقدروا يطوروا ويطبقوا عبقريتهم دي على أرض الواقع فهم يستفيدوا بشكل شخصي والدولة وبلدنا تستفيد منهم بشكل عام وكانوا بيلقوا ده ويلقوا الأتموسفير والبيئة الخصبة دي في بلاد أخرى فالنهاردة لما أنا أوجد لشبابنا حدث بمثل هذه الأهمية بتنظيم مشرف مهم تنظيم على أعلى مستوى من مهرجان العالمين الجديدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ من وزارة التعليم العالي وبكل المشاركة من جميع المؤسسين والمنفذين وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لما تتكتف كل هذه الجهات الخاصة والحكومية لتنظيم حدث بهذا المستوى لتقديم الدعم الفني والمادي لشبابنا الموهوب اللي عنده أفكار مختلفة كلهم نوابخ بس محتاجين دعم مادي عشان يجربوا لأن كل عملات التصنيع في إيه حتة في الدنيا بتحتاج تجريب والتجريب ده مكلف ومحتاج فلوس محتاج اطلاع عشان يشوف الناس وصلت في التكنولوجي بتاعة السيارات الكهربية أو في أي مجال إلى أي مستوى ويبقى أبديتد طول الوقت عشان يقدر يطبق ده على أحسن كفاءة وجودة ممكنة وجود دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى المدبوئي وعدد الموزراء ده يوري لك أن البلاسنج والدعم والتأييد لرؤية الدولة ودعم قيادة السياسية لشبابنا موجود ده يوري لك إزاي الدولة والقادة السياسية والدولة المصرية بكافة مؤسساتها وجهتها وراء إن إحنا نبقى متطورين علميا وإن إحنا نبقى في ظهر شبابنا ونوفر لهم فرص ونوفر لهم إمكانيات لم تكن متاحة من قبل وإزاي إحنا مهتمين بتفاصيل وبمجالات ما كانش حد بيتخيل إن إحنا نهتم بيها سابقا وإحنا ممكن نكون عندنا خطوات كتيرة فاتتنا بس إحنا دلوقتي جايين عشان نلحقها ونتخطى أي عقبات ممكن كانت بتقابلنا قبل كده ونحاق زي ما بيقولوا كده كاتشاب نلحق اللي فاتنا ده بخطوات سريعة دلوقتي لدعم البحث العلمي والتكنولوجيا وكمان لدعم ولادنا وشبابنا اللي عندهم أفكار وعندهم رؤى تفيد بلدنا بس ما كانوش لقيين لا الدعم الفني ولا الدعم المادي عشان يحطوا ده على أرض الواقع الحدث النهاردة زي ما بديت كلامي مع حضركه هو درة مهرجان العالمين واحد من أبرز وأهم الفعاليات هو على فكرة هو رالي السيارات الكهربائية على مستوى جماعات الأكبر على مستوى الشرق الأوسط يعني ده الحدث الأكبر لرالي السيارات الكهربائية على مستوى جماعات في الشرق الأوسط كله دي نسخة الخمسة التي تقام في مصر ونسخة الأضخم والأكبر زي ما كنت لسه بقول لحضركه تحت تنظيم والمنظم لهذا الحدث هو الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية تنفيذ وزارة التعليم العالي واكدمية البحث العلمي وتكنولوجيا مشاركة من مؤسسين ومنفذين كثر عشان كده احنا متوقعين موجود عشر تلاف شاب من الجماعات المصرية دولة رئيس الوزراء موجود دكتور مصطفى مابوليو عدد من الوزراء في حدث ضخم انا فرحان بي جدا 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 لانه على مدار فترات طويلة جدا كنا دايما بنشتكي من ان احنا عندنا في كل مجال في الطب وفي الهندسة وفي العلو وفي كل حاجة عندنا نوابغ بس ما كانوش بيلاءوا الدعم المناسب ما كانوش بيلاءوا البيئة الحاضنة ليهم اللي يقدروا يطلعوا منها احسن منتج ومخرج ممكن دلوقتي ده موجود دلوقتي ده بيتطبع على ارض الواقع احلاموا كده معايا حضراتكم وتخيلوا ان احنا بعد كم سنة ممكن يبقى عندنا سيارة مصرية الناس كتيرة ممكن تاخد الكلام ده بشكل فيه استخفاف ازاي بس ده احنا في دول سابقنا وعلم سابقنا على فكرة في دول كتيرة جدا عملت ده ما كانش ليهم تاريخ ولا اسمهم مكتوب حتى بالقلم الرصاص في انتاج السيارات وده موجود في كل حتة في الدنيا من غير ما اسكر اسمها عشان ما نبقاش بنقول اعلان يعني ولكن بالعلم بالاجتهاد بالدعم للناس اللي عندهم الفكر وعندهم العلم قدروا ان هم يعملوا ده في سنة اللي انتكنولوج دلوقتي بقت متاحة وبقت موجودة وبتوفر لأي حد عنده الرغبة وعنده القدرة ان هو يقدر يوصل للي هو عايزه ودي اكتر حاجة او من اكتر المعاني اللي انت ممكن توصل لها وتحس بها هنا في العالمين الجديدة ان انت عندك القدرة كدولة ان انت تعوض مفاتك وان ان انت تحقق مكتسبات كتيرة جدا على المستوى التنموي وعلى المستوى العلمي والتعليمي وحتى الترفيهي وكمان عندك الرغبة وجود الدولة ممثلة في دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالوزراء اللي بنشوفهم كل يوم موجودين على أرض العالمين الجديدة بان احنا نوفر لشبابنا حدث هو الاضخم في مهرجان العالمين الجديدة نورلهم ونوصل لهم ميسج ورسالة ازاي احنا مهتمين باللي انتو بتعملوه ازاي احنا انا مش بكلم على النفسي ولا مهرجان العالمين جيهة بس انا بكلم على دولة المصرية ازاي احنا مهتمين باللي انتو بتعملوه ازاي احنا في ظهركم ازاي احنا وراكم لغاية لما نطبق رؤية مصر في التنمية الاستراتيجية القومية العلوم والتكنولوجيا بص بقى الايه لدعم انتاج المعرفة وتعميق التصنيع المحلي احنا بأزمة الدولار اللي موجودة في بعض الاوقات في كل الازمات اللي بتحيط بالبلاد او بالعالم كله مختلف بلاد العالم ودول العالم اقتصاديا انت عايز تعمق التصنيع المحلي عايز المنتج المستورد اللي انت تدفع فيه دولارات كتيرة جدا تستعيد به وتستعيد عنه بمنتج مصري يكون على نفس درجة الكفاءة وعلى نفس درجة الجودة ده مش يحصل بين يوم وليه ده يحصل بالفعاليات اللي شابه كده يحصل بالدعم من الناس اللي بتفهم اللي عندها الامكانية وعندها العلم وعندها الموهبة انها تقدر تستعيد او تقدر توفر لك منتج مصري على مستوى عالي من اللي جودة تستعيد به عن المنتجات الاجنبية اللي بتستنزف ميزانيتك من العملة الصعبة كمان فكرة دعم انتاج المعرفة احنا دايما كانت قطاعات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي عندنا قطاعات في يعني عصور سابقة كانت تقدر تقول مهمشة ما كانش فيه اهتمام بيها ما كانش فيه الدعم اللائق لها ما كانش فيه الاهتمام الكافي بيها النهاردة لما انت توصل لشبابنا من الباحثين من المهندسين ان احنا في ظهركم احنا وراكم من وانتوا في الجامعة عشان كمان خمس ست سنين عشر سنين اذا ربنا ادينا العمر نلاقي عندنا بلاتفورمز عندنا منصات وعندنا بنك للمعلومات وعندنا تيم وفريق من النوابغ المصرين في كل المجالات اللي يمتلكوا المعرفة يمتلكوا الدعم المادي والفني من الدولة وان شاء الله ده يكون المخرج بتاعه دولة تهتم بالتصنيع في مختلف المجالات تدعم المصنعين في مختلف المجالات والامبريلة الكبيرة ودي اكتر حاجة مفرحاني وبسطاني جدا ان هي بتدعم الشباب في كل المجالات وكل القطاعات اشتركوا في القناة